نقتتم النشرة بقراءة هذين المرسومين المرسوم رقم 1279 باقتراح من وزير استصلاح الأراضي التانية والسكن والتمدن يرسم بما يلي المادة الأولى تم تعيين المنظفين لا تتي أسماهم في مناصب المسؤوليات التالية الأمين العامة الأمين العامة محمد إنجنبان خلفا لسيد أبيل قولماجي والدوم الأمين العامة النائب حسين طاهر سقودي خلفا لسيد ذوكلني باديور الإدارة العامة لاستصلاح الأراضي المدير العام أنديقي جوب خلفا لسيد محمد أنبيان الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى إدارة استصلاح الأراضي والتنمية الإقليمية المدير أحمد نور بحر خلفا لسيد آدم علي إدارة الخرائض والجودسية المدير السيد بشار أمين خلفا لسيد موسوم أنقاكوتو الإدارة العامة لتنمية السكن والتمدن المدير العام لنا يعقوب بوسي مثبت إدارة تنمية السكن والتمدن المدير ببالي بيون منصب مستحدة إدارة المساحة والطيبوغرافية المدير جيمي تشي اونا خلفا لسيد عثمان ديرو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى إدارة الدراسات وبرمجة التعاون المدير زهرة أببكر سليمان منصب شاغر إدارة الشؤون القضائية المديرة لمنا خدجة مثبتة إدارة النافذة الموحدة والشؤون العقارية المدير أمبيدونوم ديزيري مثبت إدارة شؤون الموظفين والمعدات المدير أسي دي بونير منصب مستحدة المادة الثانية على كل من وزير تصطاح الأراضي وتنمية السكن والتمدن وزير المالية والمدنية كل حسب اختصاص المكلفان بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعول اقتدام من طريق التوقيع عليه كما ينشر ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية حرية في الجمينة في الثاني والعشرين من أوصوص 2017 التوقيع إدريس ديبي إتنو مرسوم رقم 378 باقتراح من وزير استطلاح الأراضي وتنمية السكن والتمدن يرسم بمهاري المادة الأولى تم تعيين الموظفين الآتية هي أسمائهم في مناصب المسؤوليات التالية إدارة مكتب الوزير أمبايدري ودينغار واندا المستشارون كولاجي أمبايدروم خلفا لمحمد أحمد هجرة أسباكو بالقاما خلفا لسعد أحمد شريف المفتش العامة ناتون باقوري خلفا لعمر نزبة المفتش الفني ماجينغار يواسو منصب مستعدة المادة الثانية على كل من وزير استطلاح الأراضي وتنمية السكن والتمدن ووزير المالية والمدينة كل مكلف حسب اختصاص بتنفيذ هذا المرسوم الذي يصري مفعول اتداء من طريق التوقيع عليه كما ينشار ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية حرية في النمينة في الثاني والعشرين من أوصوص 2017 التوقيع إدريس ديبي إتنو بقراتي هذين المرسومين ننهي معكم هذه النشرة هدومتم في رياعة الله العزي والسلام عليكم ورحمة الله